اهلا وسهلا بكم عزيزي طلبة الطلبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغزائي في قولة حلقتنا من مادة الصناعات الغزائي حابب اذكر كل ابنانا وبناتنا الطلبة ومشاهدينا ان انت في مجال التصنيع الغزائي في الصف الثالث عندك ثلاثة مواد مادة الصناعات الغزائية مادة حفظ وتصنيع اللحوم مادة العجان والمغبوزات اهلا ان شاء الله هنبقى دائما معنا في البرنامج هنا بنتناول مادة الصناعات الغزائية مادة الصناعات الغزائية من المواد المكملة ايضا للمواد التصنيع الغزائية في الصف الثاني وايضا في الصف الاول هد في الصف الاول الصناعات الزراعية بشكل عام او التصنيع الزراعية بشكل عام سواء الغزائي او غير الغزائي فيها الصف الثاني خدت أيضا مادة الصناعات الغذائية لبعض أنواع من الصناعات الغذائية حابب أنت تبقى عارف مكونات المادة بتاعتنا عندنا ست وحدات في مادة الصناعات الغذائية في مجال التصنع الغذائية معانا الوحدة الأولى اللي بتتكلم عن تعريف المربى والجلي والمربلاد والفكهة المحفوظة معانا في الوحدة الثانية بنتكلم عن صناعة تكنولوجيا السكر سواء من أصب السكر أو من بنجر السكر ومن تناول أيضا جزء مهم وصناعة العسل الأسود معنا في الوحدة التالثة سناعة الحلاوة والطحية الوحدة الرابعة الصناعات التقمرية القائمة على العمليات التقمرية طبعا على رonnerةaturها صناعة الكحل صناعة الخل الحمد الخليك تعتبر من الصناعات الاقتصادية المهمة وخلصا الكحل فيه ظل الظروف اللي احنا بنتواجد فيها ويا زروف كورونا وبالتالي مهم جدا تعرف صناعة الكحل ايضا معنا في الوحدة الخامسة صناعة زيت الزيتون ونعرف انواع زيت الزيتون وأفضل أنواع المصرية وأيضا الأراضي والمساحات المنزلعة سواء الأديمة أو الأراضي الجديدة ونعرف تأسيمات زيت الزيتون سواء العالمية أو أيضا المحلية داخل مصر ناخد الوحدة الستة إن شاء الله في مادة صناعات الغذائية اللي هي عبارة عن التعباة والتغليف ونعرف فيها مواد التعباة والتغليف وطرق التغليف وإزاي بنستخدم الطرق الأديمة أو الطرق الحديثة وميزاتها عيوبها وأيضا تعتبر جزء مكمل في الصناعات الغذائية هنبدأ مع بعض إن شاء الله الوحدة الأولى لازم تبقى عارف إن فيه أهداف عندنا في الوحدة الأولى وبالتالي لما بنتكلم على صناعة المربة أو الجلي أو المرميلاد أو الفاكرة المحفوظة فيهمني تبقى عارف إن في كل واحدة من الوحدات عندنا منتجات وبالتالي مدام فيه منتجات يبقى أكيد عندي حاجة سماء الخامات التي تدخل فيها الصناعة تعود معايا دايما يبقى معاك نوت صغير بنسجل فيه وإحنا ماشيين جزء بجزء بعض الأسئلة اللي قد وارد تيجي عندي في الامتحان سواء النظري أو العملي وبالتالي يبقى معاك كم كبير جدا من الأسئلة على نهاية إن شاء الله المادة بتاعتنا لن يخرج الامتحان في نهاية العام الدراسي سواء النظري أو العملي من هذه الأسئلة يهمني طبعا طالما عارفين إن فيه مواد الخام بتدخل وفيه منتجات بتخرج بتعارف إنواع المواد الخام إيه مواصفاتها إيه أيضا المواد المنتجة إيه شكلها إيه مواصفاتها وبالتالي يبقى عندي هنا مجموعة من المعارفين أن تعرفها اللي هي عبارة عن تعريف كل من المربع تعريف كل من الجيري تعريف كل من المرمليات من الفاكهة المحفوظة أيضا تعريف جزء كبير جدا من المواد الخام اللي بتدخل فيها عملية التصنيع طبعا فين الجزء المهاري يا مصدر بتاعنا اللي هو الجزء العملي الجزء العملي بينك تكتسب مهار التصنيع كل من المربع بالشكل الجيد بالمواصفات القياسية أيضا الجلي بالمواصفات القياسية أيضا المرمليات بالمواصفات القياسية دايما نتلاقينا بنقرن أو بنقرن دايما منتجاتنا يأما بالمواصفات القياسية أو البرنامج المعدل اللي احنا عديينه في تصنيع المادة أيا كانت المنتجات الموجودة عندنا في مادة الصناعات الغذائية ده كده تقريبا وصف لي الوحدة الأولى مادة الصناعات الغذيات اعتبر من المواد الأولى المهمة الوحدة الأولى عند المربع والجلي والمرميلاد والفكة المحفوظة أول حاجة المربع يا مستر يعني ايه المربع أو عرف لي المربع خد بالك عشان التعريفات تغالبا هي اللي هيبقى فيها الفوارق في عمليات التصنيع دايما بيكون عندي التعريف الشامل لأجزاء ومراحل التصنيع فلما جي عرف المربع بقول هي ناتج طبخ سمار خد بالك من الألفاظ اللي احنا بنقولها ومش عايزك تحفظ خالص انت راجل مهمتك فني تصنيع هتخرج فني تصنيع وارد انك انت تشتغل فيه مصانع للصناعات اللي بزي على رأسها صناعات زي صناعة العصار زي صناعة المرباط وارد انك تشتغل في ده او وارد ان انت كمان تاخد ده وتعمل حاجة اسمها مشروع خاص بيك بالرأسات جدوى وبالتالي تبقى عارف ايه الفروق ما بين المربع او الجلي او المرميلاد او الفاكهة المحفوظة فلما جي اتكلم عن صناعة المربع يبقى انت اواخد بالك ان صناعة المربع عبارة عن ايه عبارة عن ناتج طبخ سمار اه بنقصين كده اكتب الفاكهة او الخضر او الازهار ايه ده يا مصدر او انا ممكن اعمل مربع من الخضار ومن الازهار اه وهنعرف انواع الخضار وانواع الازهار اللي ممكن اعمل منها المربع بانا هنا ناتج طبخ سمار اما الفاكهة او الخضار او الازهار مع مين يا مصدر مع السكر على درجة حرارة كام يا مصدر حوالي 220 او 222 درجة فهرنهايتي او ان انا اصل الى تركيز من 68% الى 70% وهو تركيز حافظ للمربع طب المربع دي وصفها ايه او شكلها ايه اما سمار كاملة او سمار مجزئة او سمار مهروس تعالوا مع بعض كنا نشوف التعريف بتاعنا بل هو الناتج النهائي من طبخ خد بالك من الكلام بتاعنا السمار الفاكهة او الخضار زي بقى لسه بقول امثلة الجزر ده نوع من انواع الخضار العسل ينوع من انواع الخضار الطماطم كاملة او مجزئة او مهروسة مع السكر خد بالك اشمعنا كلمة كاملة لازم انا اقولها او مجزئة او مهروسة لان انواع المربع اكتر من نوع فيه مربع السمار الكاملة او الحبة الكاملة وغالبا ده ما بنعملوش ان لما يكون حجم السمار الصغيرة مش كبير يعني لو السمار تين برشومي مثلا فالسمار تكون صغير وبنعمل لها قطع من المنتصف او مجزئة يعني لو السمارة كبيرة عندي فانا بجزئة اما الانصاف او ارباع او مهروسة اللي هي بنسميها برا في المعنى الدارج او العام المربع الفرد اللي انا بستخدمها في عمل ايه السندة وتشات وبالتالي انت عارف ليه بقول كلمة سمار كاملة او سمار مجزئة او سمار مهروسة ده على حسب تصنيف زوء المستهلك في الخارج يبقى انت مركز ليه احنا بنذكر الالفاظ دي تعال معنا كده تاني كاملة او مجزئة او مهروسة مع مين يا مستر مع السكر حتى يصل التركيز النهائي للمواد الصلبة الزائبة تاني يعني ايه يا مستر المواد الصلبة الزائبة نقط كده بديهلك في النص وانت ماشي عشان تبقى انت عارف التصنيع ماشي ازاي المواد الصلبة الزائبة هي جملة التركيز للسكر داخل المربع وما قلتش ليه داخل السمار لان ناتج المربع عبارة عن سمار وعبارة عن ايه وعبارة عن سكر يبقى داخل المخلوط اللي موجود عندي فنسبة المواد الصلبة دي لنسبة السكريات داخل المربع الناتجة عندي بتبقى غالبا من 68 الى 70% وهي كافية لتصبيت نمو الميكروبات وتعمل كعامل حفظة فيه الناتج النهائي شمعنا برضو يا مستر زكرت النقطة دي ليه قلت ان ده تركيز كافي لعملية تصبيت نمو الميكروبات بمعنى اصح في بعض المصانع قد تكتفي بهذا التركيز لانه فعلا كافي لمنع نمو الميكروبات في هذا التركيز العالي من السكرات ولكن ده مش مانع ان في بعض المصانع بتضيف بعض المواد الحفظة وبالتالي اذا ضافت مواد حفظة كيميائية لازم تكون واحد منصوص عليها من وزارة التوحيد او وزارة الصحة وهيئة التوحيد القياسي سواء المصرية او العالمية بالتركيزات المنصوص عليها داخل هيئة التوحيد القياسية المصرية تعالوا مع بعض كده للشاشة بتاعتنا وتعمل كعامل حفظ فيه الناتج النهي ده تعريف المربع طب تعريف الجلي خد بالك انا قلت في المربع ايه ناتج طبخ سمار خد بالك بقى ان الجلي هو ناتج تسخين مزيج من ايه يا مستر من العصير الرائق للسمار هنا بقى يبدأ يبان الفوارق في التصنيع لما قلتلك تركز ان التعريف قد يأتي منه التصنيع اه لما بقول في المربع ناتج طبخ سمار الخضر او الفاكهة مع السكر يبانا عرفت ان انا هجهز السمار واحط معاها سكر وان انا هوصل لدرجة حرارة 222 درجة او هاستركيز 68 ياسمين في المادي اسمها خطوات اجرائية في الصناع بتيجي من التعريف فلما اجا اتكلم في الجلي لا الجلي بقى انا مش هطبخ السمار زي المربع ده انا هجيب السمار بتاعتي وابدأ اعملها عملية عصر واخد العصير الرائق الشفاف من السمار وتسخينه مع ايه يا مستر مع السكر في وجود ايه يا مستر في وجود حكتين في وجود البيكتين ووجود حمض الستريك عشان اوصل لدرجات حرارة كام يا مستر ايضا 222 درجة او نفس ذات التركيز اللي هو 68 الى 70% عشان اوصل الى القوام الهلامي المناسب لقوام الجلي وبالتالي ده اسمه تعريف الجلي تعالوا شوفوا كده على شاشتنا ونقولوا ونفسص الاجزاء اللي موجودة فيه بل هو الناتج النهائي من العملية التي يتم فيها تسخين مزيج مكون من مين يا مستر هنا من العصير الرائق لمين لسمار الفاكه يعني انا كده ماخدتش السمار لان انا جبت السمار عملت له عملية عصر وبعد كده عملت تصفية وترويء للعصير اللي موجود عندي وبعد كده بعمله طبخ معمين مع السكر والبيكتين في وجود كمية من الحمض حتى درجة 220 الى 223 درجة فيهر نهايتي عشان اوصل بالمواد الصلبة زائبة من 65 الى 70% ثم التبريد التدريجي بدون خلط او تقليب الى قوام زاد صفات معينة في نقطة مهمة هنا في الجلي لازم ان تعرفها انا ليه بقول في النهاية بوصل بعملية تبريد تدريجي دون خلط او تقليب دا يستلزم ان انا عبي الجلي وهو ساخن ويجي دايما سؤال يقول لي عاللت عبيت الجلي او المرميلاد على درجة حرارة 180 درجة فرانات اول سؤال بنسأله هوات عشان نسجله معنا في النوت بتاعنا انت ليه بتعبي على 180 درجة فرانات سواء في الجلي او المرميلاد لان انا لو عبيت على درجة حرارة اقل من كده او منخفض عن كده الناتج ان الناتج الهلامي اللي جاي من صناعة الجلي او المرميلاد هياخد شكل الاناء اللي انت عملت فيه عمليات الطبخة من الصعب ان انت تعمله عمليات تشكيل مرة اخرى او صب مرة اخرى في الاوالب اللي انت عايزت توزع فيها وبالتالي لازم تعبي على درجة حرارة 180 درجة فرانات عشان يبقى القوام لسه فيه ما وصلش الحالة الهلامية الكاملة وبالتالي ياخد شكل الاناء اللي ايه اللي يحوي تعالوا نرجع ليه الشاشة بتاعتنا تعريف المرملات يبعنا كده عرفنا المربع عرفنا الجلي بدأنا نعرف الفارق ما بين المربع والجلي فعرفنا ان المربع ناتج طبخ الصمار اما الجلي ناتج تسخين مزيد من عصير الصمار الرؤق الشفاف مع نفس الحاجات اللي موجودها في المربع لها السكر والحمد والبكتين طب هو ايه المرميلاد يا مصدر المرميلاد اخد بالك من ده هو جلي المرميلاد هو جلي تاني هو المرميلاد هو جيلي ايه الفرق بينه بين الجيلي عشان كده عملته لوحده المرميلاد هو عبارة عن جيلي ولكن محتوي على شرائح السمار اللي انا هستخدمه سواء البرتقال او الجريفروت او الموالح الشرائح الصمرة نفسه بتبقى بسمك رقيق جدا بتكون متوزعة داخل الجيلي بتاعي غير طافية على السطح او مترصبة في القاة يبقى اذا المرميلاد هو جيلي يبقى اذا تعريفه عبارة عن جيلي عبارة عن عصير العصير ده برضو هسخنه مع السكر والبكتين والحمد هيزيد علي ان انا هاكد شرائح القشور بتاعتي بتاع السمار بسمكه معين وهضفها في المخلوط وابدأ اعمل عمليات الطبخ بتاعتي وبالتالي اوصل ان الشرائح دي لا تبقى طافية على السطح ولا متركزة في القاع بتبقى متوازنة داخل المخلوط بتاعي وبالتالي ده بيسمى المرميلاد بسوي على نفس درقة الحرارة 222 درقة فرنهايتي بوصل لنفس التركيز اللي هو 65 الى 70% انت كده مركز معايا في التعريفات واحنا وشين مع بعض تعالي نشوف كده مع بعض المرميلاد اه المرميلاد هو الجيلي يبقى اذا هو عبارة عن صناعة الجيلي يبقى اذا انا هسخن فيه مزيج من العصير مع الصكر طب هزود ايه يا مصدر هنا اه هزود شرائح الموالح او كشورها اه معلقة بحالة متمثلة يعني داخل المخلوط بتاعي في جميع انحاء الجيلي بحيث تبقى ايه بقى شروطها اه لا تتركز طافية على السطح او راصبها في القاع تاني السؤال ان انا لسه سأله من شوية وانا ليه بعببي في الجيلي او المرميلاد على ضرر حرارة من 180 درجة فراناته انا قدتلك سبب من الاسباب في حالة الشيلي والمرميلاد 非 سبب زيادة في حالة المرميلاد لان لما بعببيّه على ضرر حرارة 180 درجة فراناته بيسمح ان القشور بتاعتي تبقى موودة في حالة متماثلة لو انا عبّيت به على ضرر حرارة منقفضة فوق ان هيحصل لي اول مشكلة اللي هي القوام الهلامي هيبقى في نفس الإناء بتاعي مش هادر أنقل إلى الأواني اللي أنا عايز أشكل فيها زد عليها مشكلة هتحصل كمال إن القشور دي أحصل لها ترص في القاع وبالتالي مش هوصل إلى الحالة المعلقة والمتماثلة في المرميلاد يبقى دون نقطتين لإجابة السؤال علل ليه أو علل لماذا يتم تعبئة الجلي والمرميلاد على درجة حرارة 180 درجة في هرنهايتي تعالوا نرجع كده مع بعض لشاشتنا الفاكهة المحفوظة خد بالك الفاكهة المحفوظة بالمعنى الدرج عشان كل أبنائنا وبنتنا ومشاهدين يعرفوها اللي هي عبارة تجاريا عن الكمبوت اللي هي تجاريا عبارة عن الإيه عبارة عن الكمبوت اللي هي عبارة عن محلول المحلول السكري دي قد يوصل من 50 إلى 70% تركيزه بركز محلول من السكريات وابدأ أضيف لي قطع من الفاكهة سواء لو كانت سمرة كاملة تبقى صويرة في الحجم أو أنصاف أو أربع لو كانت السمار دي كبيرة في الحجم يبقى الفاكهة المحفوظة أنا بحفظ سمار الفاكهة إما على الحالة بتاعتها أو في حالة أنصاف أو أجزاء اللي هي الأربع داخل محلول سكري تركيزه بيوصل في النهاية من 50% أيضا ممكن أرفع إلى 70% عشان أوصل في النهاية لحفظ هذه السمار بالحالة بتاعتها وبالتالي أيضا ده يعتبر تجاريا معروف باسم الكمبوت تعالوا نشوف مع الشاشة بتاعتنا عبارة عن فاكهة محفوظة في محلول سكري رائق كسيف تصل نسبة المواد الصلبة فيه 55% إلى 70% واشترط فيها احتفاظ الفاكهة بشكلها الطبيعي قدر الإمكان يعني ما عملش عمليات تغيير في شكل الفاكهة اللي موجودة عندي لو تستخدم سمار يا إما صغيرة الحجم لو أنا أستخدم سمار كاملة أو لو كانت كبيرة الحجم يبقى لازم أن أعمل عملية تجزئة إلى نصفين حسب نوع الفاكهة المستخدمة ولو كانت أكبر في الحجم فممكن أجزاها إلى أربعة وبالتالي بحفظها داخل المحلول السكري اللي موجود عندي طيب إحنا كده بدأنا عرفنا التعريفات الشاملة للوحدة بتاعتنا اللي وارد يجيلي في الامتحان يقول لي سؤال مباشر عرف كل من المربة أو الجلي أو المرملات أو الفاكهة المحفوظة يعني أنت عرف تعريف المربة عرف تعريف الجلي عرف تعريف المرملات عرف تعريف الفاكهة المحفوظة عرف إيه الفوارئ في التصنيع أو في عملية حتى التعريف ما بين كل الأصناف دي سواء المربة أو الجلي أو المرملات أو الفاكهة المحفوظة فده جزء جبير جدا من الوحدة أنت تعرف التعريفات دي طيب خدنا التعريفات دي يا مصر قبل ما أعمل عمليات تصنيع له كلها من المربة أو الجلي أو المرملات أو الفاكهة المحفوظة لازم تعرف إيه هي الخامات اللي بتدخل في الصناعة ومواصفات الخامات دي إيه وبالتالي هيديني في النهاية المنتج زوء المواصفات القياسية دايما قاعد عندنا في مواد التصنيع الغذائي وعلى رأسها مادة الصناعات الغذائية أنك لازم تدخل بخامة جيدة عشان أدي في النهاية منتج جيد فإذا وصلت إلى منتج رضيء تعرف أنه في مشكلة في الخامات المستخدمة أو في العمليات التصنيعية اللي أنت استخدمتها عشان توصل للمنتج ده بعينه فتعالوا نشوف كده مع بعض أول نوع من الخامات أو نواد الخام فأنا لما باجي أقول خد بالك في التعريف هيت بتاعدي زي أقول لك ركز في التعريف هيديك مراحل التصنيع أنا كنت سواء بقى أقول بقى في المربة أو في الجلي أو المرملاد يأما ناتج طبخ سمار يأما ناتج تسخين مزيج من العصير وبالتالي باديهيا وزهنيا بأول خامة موجودة عندي اللي هي المواد الخام النباتية اللي على رأسها أنا قلت لك في صناعة المربة ما بين قصين في فكهة في خضار في أزهار فبالتالي لازم أجزأ لك ووريك أصناف من الفكهة جزء منها تشوفها على الشاشة وجزء كبير جدا موجود في الأسواق بيتصنع منه صناعة المربة أو الجلي أو المرملاد أول حاجة المادة الخام النباتية أول جزء عندي عبارة عن الفكهة طب الفكهة زي ما أنت شايف قدامك البلح نوع من أنواع الفكهة التين البرشومي نوع من أنواع الفكهة المش مش نوع من أنواع الفكهة ممكن يبقى عندي الخوق ممكن يبقى عندي أدخل جزء من سمار الموز مع خليط من مثلا البلح ممكن أدخل جزء من عصير البرتقان مع الجزر اللي هو الخضار يبقى جزء من الفواكه هو جزء موجود عند من الخضار ممكن أعمل مربع من الكمترة كل دي أنواع من الفواكه أنا بستخدمها في عمليات تصنيع المربع يبقى أول جزء اللي هو إيه السمار اللي على رأسها أول حاجة الفاك اللي منها الأصناف اللي بنشوفها دي والأصناف العديدة اللي موجودة عندنا في الأسواق طب تاني جزء يا مستر فيه المواد الخام النباتية الخضار هو الفراولة يا مستر من الخضار الفراولة من الخضار عشان برضو يبقى كل أبنانا ومشاهدين وبناتنا عارفين أن تصنيف العلم للفراولة ليس من الفاكه الفراولة نوع من أنواع الخضار عند الجزر نوع من أنواع الخضار عند القرع العسلي نوع من أنواع الخضار ممكن أستخدمه في عمليات تصنيع المربع أيضا الأزهار هنا ممكن أستخدم الأزهار بتلات الورد البلدي أو بتلات أزهار البرتقال ممكن أستخدمه في تصنيع مربع الورد البلدي او مربة بتلات البرتوان خد بالك في عملية السمار اللي انت شفتها سواء ان هي كانت قدار او فاكهة او ازهار ففي تعدد في شكل السمار وبالتالي هيبقى في تعدد في مراحل التجهيز عشان لما نبدأ في صناعة او خطوات صناعة المربة يبقى انت مهيئ ذهنيا ان مراحل التجهيز هتختلف من سمرة الى سمرة هقرب لك الموضوع لحد ما نوصل لاول خطوات صناعة المربة فهتلاقي مثلا على سبيل المثال فيه سمار صلبة زي البلح ما ينفعش اعمل لها عمليات طبخ مباشر فلازم نعمل عمليات مثلا سلق هتلاقي فيه سمار بتحتوي على نوا ايضا لازم انزع عملية النوا منها سواء البلح او المشمش لو انا بستخدم سمار فيها ايه او خوق فيه سمار فيها نوا يبقى اذا فيه سمار بتحتاج نزع للنوا فيه سمار بتحتاج لعمليات سلق فيه سمار بتحتاج ان انا انزع الغلاف الخارجي او الاشرة الخارجية من عليها زي مثلا العنب ايبا انا بقى عارف ان فيه انواع عديدة وبالتالي انا هغير فيه عمليات التجهيز اثناء عملية الايه عملية التصنيع تعالوا شوف مع بعض كده نستخدم المواد الخام تاني مادة خام وهي السكر بيقول لي غالبا بيستخدم سكر السكروز فيه عمليات التصنيع ويجي هنا سؤال يقول لي في الامتحان هل يمكن استخدام انواع اخرى من السكريات بجانب سكر السكروز اه يمكن استخدام انواع اخرى من السكريات طيب زي ايه يا مستر لما حب اعمل عملية استبدال جزء من السكروز قد استبدل بي جزء طبيعي اللي هو عسل الجلوكوس يعني ممكن استبدل جزء من السكروز بعسل الجلوكوس تاب هو سؤال بيجي في ذهن كل مشاهدين وابناتنا الطلبة ممكن اعمل مربة لزاوي الاحتياجات الخاصة يا مستر اه زي مين يا مستر زي مرضى السكر يبقى انا هنا ممكن استبدل جزء كبير من السكريات بالمحليات الصناعية على رصاد دولسين السكرين الاسبرتام الجلوتام ولكن هنا في اشتراط لازم ان تبقى فاهم كويس قوي ان من احد مواصفات المنتج بتاعي انه يبقى جيد ويبقى مطابق للمواصفات بتاعتي انه لازم يكتب على الليبه البتاعي او العبوة اللي انا بعبي فيها سواء كان برطمان زجاجي او برطمان بلاستيك او اي نوع العبوة لازم اكتب بشكل واضح ان داخل المكونات اللي موجودة عندي موجود بالسكر او مستبدل بسكر محلى صناعي ولازم اذكر نوع المحلى الصناعي على العبوة بتاعتي سواء كنت بستخدم دولسين او سكرين او سبرتام ايا كان نوع المحلى الصناعي ولو هي تعتبر مربة صافية لزاوة الاحتياجات الخاصة لازم اكتب على الليبه البتاع من برا ان المربة دي لزاوة الاحتياجات الخاصة اذا غيرت في الشكل بتاعي او ما كتبتش المواصفة بتاعتي اللي المفروض تبقى بتعبر عن المنتج اللي موجود بالداخل دا يعتبر نوع من انواع الغش التجاري يبقى انت ركز جواس في الموضوع السكر يعتبر مهم جدا في عملية التصنيع اخد بالك في حاجة اسمها المكونات الاساسية في التصنيع بالنسبة لي في صناعة المربة او الجلي او المرملات او الفكهة المحفوظة وفي مكونات غير اساسية على رأس المكونات الاساسية اللي موجودة عندنا المادة الخامة النباتية بجميع انواعها السكر الحامض البكتين قد اضيف ملونات صناعية ولكن بالنسب المحددة قد اضيف نكهات بالنسب المحددة قد اضيف مادة حافظة بالنسب المحددة وقد لا اضيف ايا من هذا خالص واكتفي بالمكونات الاساسية ولكن دي اسمها مكونات رأيسية ما ينفعش ولا يصلح ان انا انتج اي نوع من انواع المرباط او الجلي او المرملات منها يبقى صعب ان انا استغنى على احد هذه المكونات يعتبر قالبكتين من المواد ايضا الخام ذي بتدخل في العمليات التصنايقหppe بشكل رئيسي قالبكتين يعتبر مادة رابطة والبكتين مادة رابطة نباتية من أصل نباتي قدنا استخدم الجلاتين ولكن على النسب بسيط جدا لان الجلاتين مادة رابطة من أصل حيوان تب الixa الاجلاتين المدى الرابطة من قصل الحيوان تيجي منين من كل جين العظام للحيوانات المسبوحة اما البيكتين ذات الاصل النباتر fulfilling мама ستجا من المكانين المكان الاولان يام من طبقة البيضاء اللي احنا بنسميها الالبيدو في البرتوان سيادتك لما بتجيب سمار البرتوان وتعمل ليها عملية تأشير بيبقى فيه طبقة تحت القشرة او اللون بتاعي بتاع البرتوان اللي هو الاصفر بتاعي والبرتوان ويبقى فيه إشرة بيضاء الإشرة بيضاء دي اسمها طبقة الالبيدو الطبقة دي غنية جدا بيئ البكتين وخلي بالك انها بتقي الجسم كمان من الكوليسترول وتصلب الشرايين فهي اعتبر مادة مهمة جدا ايضا بيجي من تفل التفاح لما بنعمل عصير التفاح ونبدأ نصفي التفاح لوب التفاح او تفل التفاح غني جدا من البكتين فبنقدر نستخرج منه البكتين البكتين هي مادة كاربوهايدراطية معقدة التركيب الوحدة البنائية فيها حمض الجلاكتو يورونيك يعتبر من المواد الرئيسية اللي بتعمل عملية ربط ليه الخلايا هتديك مثال زي ما انت بشوف كده لو احنا بنعمل بنا ليه جدار عندنا فانت بتحط طوبة وبنتها طبقة من الاسمنت وفوق طوبة فالاسمنت ده هو اللي بيمسك الخلايا فيه النباتات عشان الخلايا تديك الشكل بتاع السمار او الشكل الصلب بتاعي ما بين كل خلية وخلية الروابط دي هي البكتين لذلك هتلاقي ان في بعض انواع الخضار مثلا زي الخيار او الطماطم تتخيل ان نسبة محتوى الماء بداخلهم بيتجاوز ال 92 وال93 في المائة فاني منتج ده اللي ممكن او اني نوع من انواع السمار اللي يبقى نسبته حاجة وتسعين في المائة من الماء وما بقاش في الصورة السائلة هي دي حكمة الله عز وجل في ان نبقى فيه البكتين عشان يربط الخلايا ويديك الشكل اللي انت بتشوفه البكتين يعتبر من المواد المهمة في عملية التصنيع لو انا بعمل حالة جلية هو ايضا من المواد المهمة لو كانت السمار اللي موجودة عندي فيها نقص من ايه يا مستر فيها نقص من البكتين وبكده نكون وصلنا الى نهاية حالة النهاردة واتمنى يكون كل مشاهدين استمتاعوا معنا والى لقاء اخر باذن الله والسلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة